ينضم إلينا من رمال الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيدة الدكتور سعد نمر ألم بك دكتور ما فرص استمرار الانتفاضة الشعبية الآن في عموم فلسطين وهل تتوقع استمرار الزخم السياسي المعزز لها حتى الآن مسائل خير لك ولكفة الإخوة المشاهدين يعني طبعا هناك اليوم تحديدا كان هناك زخم ضخم جدا في الانتفاضة التي دخلت أسبوعها الثاني والجمعة الثانية وبالتأكيد أن ارتباط موضوع استمرار هذه الانتفاضة وتناميها وبكون تصبح انتفاضة ثالثة بكل معنى الكلمة يعتمد على عدة قضايا منها أولا بوقف القيادة الوطنية الفلسطينية وتحديدا الرئيس محمود عباس تجاه الموضوع ثانيا موقف القيادة الوطنية الفلسطينية قادة الفصائل الفلسطينية مما فيها فتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وكافة الكوى والأحزاب الفلسطينية وثالثا الموقف العربي الداعم والموقف الإسلامي الداعم والموقف العالمي وبالتالي نرى أن على صعيد القيادة الوطنية الفلسطينية هناك إصرار من قبل كافة الفصائل لتنمية هذه الانتفاضة والاستمرار بها ودعمها بكافة الطرق وتشكيل قيادة وطنية لها ونحن الآن بصدد في القريب العاجل عقد المجلس المركزي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية والذي سوف يتخذ قرارات دون أدنى شكل داعمة بهذا الاتجاه موقف السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس حتى الآن كان واضحا جدا فيما يتعلق بقطع العلاقات مع أمريكا وأنها أصبحت غير معنية بهذا الموضوع ورفض استقبال بنس في فلسطين وأيضا الموقفه سواء كان في المؤتمر الإسلامي أو كما في الجامعة الدول العربية والآن يتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بالاتفاق أيضا مع تركيا باعتبارها الآن هو رئيس المؤتمر الإسلامي من منظمة التعاون الإسلامي للذهاب إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بإدانة الموقف الأمريكي وأستصدار قرار بخصوص ما يتعلق في موضوع الكدس والإصرار على كونها مدينة عربية وتخص الشعب الفلسطيني نعم شكرا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت الدكتور سعد نمر حدثنا من رمالله ترجمة نانسي قنقر